السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس الجذور المربع. ليكون أعدادا حقيقيا موجبا. إذا كنت نخذ واحد العدد أكبر من أساوي السفر. العدد جذر أ يقرأ جذر مربع أ. مثلا جذر مربع ثلاثة. جذر مربع أربعة. جذر مربع سفر. جذر مربع خمسة على اثنان. إذا الجذر ديال العدد كامل. جذر مربع ناقص واحد. هذه الكتابة غير صحيحة لأن ناقص واحد عدد سالب أصغر من السفر. وبالتالي لا يمكن أن نكتب جذر مربع ناقص واحد. إذا دائما ما بداخل الجذر يجب أن يكون عددا موجبا. يعني أكبر أي ساوي سفر. مثلا خمسة على ثلاثة. إذا ضربنا جذر مربع ثلاثة في جذر مربع ثلاثة. شنو غضي عديني؟ نحن نعرف عددا مضربة في عدد آ؛. ننطب أن أس اثنان. إذا جذر مربع ثلاثة في جذر مربع ثلاثة. يساوي جذر مربع ثلاثة لكل أس اثنان. اذا بشكل العام هذه الكتابة. إذا كان عددا الحقيقية مع وجبة جذر مربع آ؛ لكل أس اثنان. يكتب على شكل جذر مربع آ؛ أس اثنان. هو العدد آ؛. إذاً هذه الكتابة يمكنك إكتبع لها الشكل هذا جدر مربع 3 أس 2 تساوي 3 إذاً نخطو بعد الأمثلة جدر مربع 9 أس 2 يساوي 3 إذاً دائماً الأس كيبشي مع الجدر جدر مربع 1 أس 2 لكل أس 2 يساوي 1 أس 3 كذلك في الحالة جدر مربع سر فاصلة واحد لكل أس 2 يساوي سر فاصلة واحد جدر مربع 100 يمكن أن نكتب 100 إذاً 100 هي 10 في 10 أي هي 10 أس 2 و10 أس 2 أحسب القاعدة إذاً هي 10 جدر ناقص 5 لكل أس 2 إذاً كاي اللي غيشوف ناقص هنا وغيقول لك بأن هذا عدد ساليب إذاً ما يمكن ليش نكتب الجدر دينا ناقص 5 أس 2 ولكن إحنا عدنا ناقص 5 لكل أس 2 وناقص 5 أس 2 هو عدد موجب لأن الأس هو الأس عدد زوجي إذاً هاد الكتابة يمكن نكتبها على الشكل هذا هي جدر 5 أس 2 أي 5 إذاً ما يمكن ليش نكتبها نقول بأن المربع غير شيء مع الجدر ونكتب تساوي ناقص 5 قد تكون خاطئة إذاً حسن نحيير الإشارة يعني حسن نكتب العدد بشكل على شكل أوس إذن ناقص عدد موجب وعاد يمكن لي نطبق القاعدة في الحالة الموالية عددنا جدر 100 على تسعود إذاً 100 عادة تكتب على شكل هي عشرة فعشرة يعني عشرة أس 2 كما شلنا في الحالة السابقة وتسعود هي 3 في 3 أي 3 أس 2 إذاً عددنا عشرة أس 2 على ثلاثة أس 2 ممكن نكتبها على شكل العشرة على ثلاثة لكل أس 2 إذاً 10 على ثلاثة إذاً الأس 2 تبشي مع الجدر طيب خلنا عشرة على ثلاثة العمليات على الجدر المربع إذاً غنشوفوا بعض العمليات على الجدر المربع نبدو بخاصية واحد الجدر المربع والجداء إذاً بشكل عام أو بعددان حقيقية يعني موجاباً إذن دائماً نشتغل على الأعداد لموجابا الجدر المربع دي A في B يساوي جدر A في جدر B ناخده بعض الأمثلة إذاً عددنا جدر 48 إذاً العدد 48 يمكن اللي نكسبها على شكل جداء عددين إذاً 48 هي 16 مضربة في 3 إذاً ممكن نطبق القاعدة إذاً جدر 16 في جدر 3 جدر 16 16 هي 4 أس 2 إذاً جدر 4 أس 2 في 3 وجدر 4 أس 2 هي 4 في جدر 3 4 في جدر 3 يمكنني نكتبها على هذه الشكلة هي 4 جدر 3 يعني هذا الضرب لا نكتبه إختصاراً للكتابة الحالة الثانية لدينا جدر 7 في جدر 3 إذاً هي جدر 7 في 3 هي جدر 21 الحالة الثالثة إذن جدر 2 في جدر 5 في جدر 10 يمكن أن تكتب على هذا الشكل إذاً نديرو حل جدر كبير 2 في 5 في 10 إذن 2 في 5 10 10 في 10 و 10 في 10 هي 10 أس 2 إذن تساوي 10 كنتيجة عدنا جدر A مربع في B تساوي جدر A مربع في جدر B تساوي A جدر B نخطو بعد الأمثال هذه النتيجة هذه عدنا جدر 25 في 3 ممكن نكتبها على الشكل جدر 25 في جدر 3 وجدر 25 رأيها جدر 5 أس 2 في جدر 3 إذن هي 5 جدر 3 كذلك الجدر 32 32 رأيها 16 مضربة في جوج إذن جدر 16 مضربة في جدر جوج وجدر 16 رأيها 4 أس 2 إذن جدر 4 أس 2 جدر جوج أي 4 جدر 2 الخاصية الثانية هي جدر مربع والخارج إذن الجدر أعلى B يساوي جدر أعلى جدر B تحل دائماً أو بعد ذلك الموجبان و بيخصة تخالف السفر لأنها بيكينا في المقام والمقام ما يكون فيه السفر إذن نخده أمسلات طبيقية إننا جدر 12 على جدر 3 يمكن نكتبها على الشكل 12 على 3 إذن 12 على 3 رأيها 4 إذن هي جدر 4 وجدر 4 رأيها 2 جدر 32 على جدر 2 إذن نكتبها لشكل 32 على 2 و 32 على 2 بعد الاختزال بالعدد 2 يعني 32 رأيها 16 بضروبها في 2 على 2 إذن كنت نخده بـ 2 كيف قالنا جدر 16 جدر 16 هي جدر 4 على 2 أي تساوي 4 قدنا هنا جدر 25 على 9 دائماً جدر ديال العدد الكسرية كامل إذن يمكن نكتبها لشكل جدر 25 على جدر سود جدر 25 5 أس 2 وجدر سعودية 3 أس 2 أي 5 على 3